موسيقى ادرب كلبي انه يعمل حمام في المكان والوقت اللي انا عاوز يعمل فيه اولا كده احب اقولك ان انت المتحكم في الموضوع ده يعني انت المتحكم في المعاد اللي بيعمل فيه الكلب حمام او انت المتحكم بس انت في الاول ما بتكونش فاهم الكلب يعني مثلا فيه ناس بتقول ان الكلاب بتعمل حمام بعد عدد ساعات معين بعد الاكل والفكرة دي غلط جدا اولا احنا المفروض نعرف حاجتين اللي مرتبط بيهم وقت حمام الكلب اول حاجة وهي ان معدة الكلب مليانة بالاكل يعني انت تققلت على الكلب في الاكل وده بيقدي انه عايز يخفف الضغط في معدته ده بعمل الحمام او تنشيط المعدة بعمل الحمام اكيد سألت نفسك في يوم هو انا قدر احدد وقت عمل الحمام عند الكلب بشكل منتظم وضقيق كل يوم والسؤال التاني هو اي عمر ابدأ فيه ادرب كلبي على الحمام وان شاء الله في الفيديو ده هجاوبك على السؤالين بس احنا في الاول محتاجين نجاوب على السؤال التاني وايه اجابته بقى انك محتاج تدرب الجرو من اول يوم جيه عندك البيت وايا يكون كان عمره وبرضو لو انت جاي بكلب كبير مافيش مشكلة انك تبدأ تدريب معاه من اول يوم ليك معاه في البيت بس احنا دلوقتي هنتكلم عن مرحلة الجرو احنا قولنا محتاجين ندرب الجرو من اول يوم يجي في البيت معاك وما تدقيقش لو الجرو اللي انت بتدربه ما بيجيبش نتيجة معاك او كده ان الجرو غبي ما بيفهمش لكن المشكلة ان عضلات المعدة والجهاز البولي ضعيفة عند الكلب في العمر ده وهو جرو يعني وده بيقدي انه مقدرش يستحمل ويتحكم في نفسه لفترات طويلة والكلب البالغ بيعمل حمام مرتين في اليوم وده كفاية جدا وكويس لكن الجرو الزغير بيعمل حمام قول مش اقل من اربع او خمس مرات في اليوم وبهنا نيجي للسؤال الاول اللي هو ازاي اتحكم واحدد وقت الحمام لكلبي والاجابة ايه بقى انك محتاج تعرف التدريب المهم اللي هو اول حاجة تسبت مواعيد الاكل في الاغلب ان بعد ما الكلب معدته بتتملي بالاكل والمية بيحتاج يعمل حمام والفترة دي اللي بيكون عايز يعمل فيها حمام بعد الاكل هي مبين خمس دقايق لعشرين دقيقة تاني حاجة تودي الكلب للمكان المناسب اللي بيعمل فيه حمام والكلاب عموما بتفضل الاسطح الخشنة عن الاسطح الملساء عشان تعمل عليها حمام نصيحة ان لما يكون مكان الحمام بعيد عن مكان النوم واللعب هيكون اريح وافضل للكلب وهيكون مقبل على انه يعمل حمام في المكان ده ولازم بعد ما الكلب يخلص اكل تاخده للمكان اللي انت عايزه يعمل فيه حمام ولازم تجاهزه مكان الحمام بساطح خشن وتابع الكلب وهو بيستكشف المكان لأول مرة ولازم تشجعه لغاية ما يتطمن في المكان اللي انت عايزه يعمل فيه حمام ولازم تديله امر انه يعمل حمام فيه المكان اللي انت عايزه يعمل فيه حمام ولما يخلص حمام يجي دورك انت بقى بانك تشجعه او تلعب معاه باللعبة اللي بيحبها او تديره المكافأة اللي بيحبها عموما تالت حاجة وهي الصبر لازم تصبر على الكلب شوية والموضوع ده بيختلف من كلب للتاني يعني كلب يستوعب من اول اسبوع وكلب تاني بيستوعب من تاني او تالت اسبوع لغاية ما يتكن ويعرف التدريب ده فاول فترة بتعلم فيها الكلب بتحصل شوية اخطاء وهنا يجي دورك انت كمو ربي الكلب يعني مثلا انت لو لاحظت ان الكلب عمال يدور حواليه نفسه في المكان الغلط او مستعد انه يعمل حمام لازم تدخل وتاخده للمكان اللي انت عايزه يعمل فيه حمام وتستنى لغاية ما الكلب بيخلص حمام في المكان اللي انت عايزه وتكافؤه وفيه برضو حالة تانية وهي انك ما بتكونش في البيت او في المكان اللي مربي فيه الكلب والكلب عمل حمام في اي مكان غير اللي انت دربته واقيل له عليه وانت اكتشفت ده بعدين هتعمل كل قاتي هتجيب الكلب للمكان اللي عمل فيه حمام وهتدي له امر نو او لأ يعني او الامر الناهي يعني اللي انت مدربه عليه وتبين له انك متضايق منه وقرر الموضوع ده كل ما يعمل معاك كده وهتلاقي بعد فترة من الوقت ازاي ما قلتلكم في النقط اللي فادت هتتعود مادة الكلب بشكل مظبوط ودقيق على معايد الحمام وهتلاقي برضو ان بعد توقيت الوجبات اللي انت بتدهاله انه عايز يعمل حمام حتى لو كانت معايدته ما تملتش بس هو بيعملها عشان هو تعود عليها وبقت نظام روتيني ليوم الكلب امتى بقى النظام والتدريب ده يبوزه ويفشله لما انت ما تكونش منضبط في معايد اكل الكلب وكمان الكلب بيربط ردة فعلك او ردة فعل المربي لما هو يعمل حمام في المكان الصح او الغلط ولازم لما كلبك يعمل حمام في المكان الصح تكافه بأي حاجة بيحبه وغلط جدا انك تهمل المكافأة عشان انت لو اهملت المكافأة الكلب مش هيكون مهتمة اساسا انه يعمل حمام في المكان اللي انت عايزه وفيه بعض الكلاب همالهاش دعوة بالعمر وبالسن بتاع الكلب بتعمل حمام بعد ما بتصحه فيفضل انك تمشي الكلب يوميا قبل وبعد واجبة الفطار في النهاية بعد التدريب ده الكلب بيكون اتعود وبشكل مظبوط على المكان الصح اللي انت عايزه يعمل فيه حمام ومع الوقت هيبقى مفيش مشكلة حمام الكلب اساسا وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو ياريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة ومتنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكو كل جديد ولو حد عنده اي اكتراح او اي سؤال او اي فكرة فيديو يكتبها لي في كومنت وانا هرد عليه او اكتر فكرة عجبت الناس وعليها لايكات كتير انا هعملها ان شاء الله في فيديو عشان تكونوا انتو اللي اخترتوا الفيديو مش انا ويراب يكون الفيديو عجبكو ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة